أقذ المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبورغ جلسة مشاورات مع قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مارب حول عملية وقف الحرب وصناعة السلام في اليمن جددت قيادات الأحزاب للمبعوث الأممي تطلع الشعب اليمني لسلام عادل وشامل يقوم على المرجعيات الثلاثة المقرة بالإجماع محليا وإقليميا ودوليا كما أكدت وقوف الشعب اليمني والأحزاب السياسية صفا واحدا خلف القيادة السياسية وشرعية وقراراتها في دعم المساعي لإنجاح جهود المبعوث الأممي والمجتمع الدولي لوقف الحرب وأحلال السلام الحقيقي وكذا إن مليشا الحوث الإرهابية لا تؤمن بالسلام وليس ضمن أجندتها وتضح ذلك من خلال تعنتها وعرقلتها لكافة الجهود الأممية والدولية للهدنة الإنسانية وأحلال السلامة ترجمة نانسي قنقر